السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بتلميذات وتلاميذ المستوى أولى باكالوريا في هذه السلسلة التي خصصتها لشرح دروس مادة التربية الإسلامية لجميع الشعب للمتمدرسين وأول مقطع من مقاطع هذه السلسلة خصصته للتعرف على مقرر المادة ومكوناتها فلنبدأ على بركة الله مادة التربية الإسلامية تضم مكونين أساسيين مكون القرآن الكريم والصورة المقررة هي صورة يوسف ومكون الضروس الذي يشتمل على خمسة مداخل سنتعرف على هذه المداخل وضروسها بشكل مفصل المدخل الأول مدخل التزكية المدخل الثاني مدخل الاقتداء المدخل الثالث مدخل الاستجابة المدخل الرابع مدخل القصد والمدخل الخامس والأخير مدخل الحكمة وكل مدخل من هذه المداخل يشتمل على أربعة دروس أي ما مجموؤه عشرون درسا بالنسبة لدروس المدخل الأول أي مدخل التزكية أولا الإيمان والغير ثانيا الإيمان والعلم ثالثا الإيمان والفلسفة رابعا الإيمان وإمارة الأرض فكل هذه الدروس تتعلق بالعقيدة بالنسبة للمدخل الثاني مدخل الاقتداء وهي دروس تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام أولها صلح الحديبية وفتح مكة ثم الرسول صلى الله عليه وسلم مفاوضا ومستشيرا ثم أثمان رضي الله عنه وقوة البذل والعطاء وأخيرا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته بالنسبة للمدخل التالي أي مدخل الاستجابة وهي دروس تتعلق بفقه الأسرة الدرس الأول الزواج أحكامه ومقاصده الدرس الثاني الطلاق أحكامه ومقاصده الدرس الثالث رعاية الأطفال وحقوقهم الدرس الرابع الأسرة نواة المجتمع المدخل الرابع مدخل القصد وهو يتعلق بالحقوق أول درس حق الله الوفاء بالأمانة والمسؤولية الدرس الثاني حق النفس الصبر واليقين الدرس الثالث حق الغير العثة والحياء الدرس الرابع حق البيئة التوسط والاعتدام المدخل الخامس والأخير مدخل الحكمة أول درس من دروسه الكفاءة والاستحقاق أساس التكليف ثم العفو والتسامع ثم وقاية المجتمع من تفشي الفواحش وأخيرا السبعة الذين يظلهم الله بظله هكذا نكون قد تعرفنا على مقرر مادة التربية الإسلامية للمستوى أولى باكالورية للمتمدرسين لجميع الشعب إذا كنتم من المشاهدين الجدد للقناة فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد إن شاء الله إلى أن ألقاكم في مقطع آخر أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى لكم